بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على نبينا عليه افضل صلاة والسلام سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال ومرحبا بكم في قناة حورياتي نشكركم بزيب بزيب خوتي اخواتي على الدعم بتاعكم على بالي باللي رحمي عجبوكم للفيديو التاعي سيبو اخصاركم تدعمو فيها لكم تخلو لي فيلي كومنتاج تخلو لي فيلي جام والبرتاج نشكركم بزيب بزيب خوتي اخواتي وما دام قناتي رحمي شوفوا فيها الاغلبية من الجالية الجزائرية اللي بفرنسا والجالية الاخرى كذلك اللي في فرنسا اليوم ما راحينا هادرو على اخبار فرنسا اول حاجة راحينا هادرو على شاك ايناغجي ولو التاريخ تسليمو اه ثاني حاجة راحينا هادرو على الاجراءات الجديدة اللي دارتها فرنسا ابتداء من يوم السبت القادم ان شاء الله راحينا هادرو على القانون الجديد انتاع شوماج اللي حطوه للبارح الاربعة اول ديسمبر وراحينا هادرو على مواضيع اخرى الجرعة الثالثة مثلا اخواتي 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 ماذا بكم اتبعوا معايا الفيديو للاخير باش تهزوا كل الاخبار وتستفادوا من كل المعلومات اللي نعطيها لكم تبعوا معايا اول حاجة رايح هنزيد نهدر لكم على الاجراءات الصحية للسفر الى فرنسا اه فرنسا خرجت البارح اتال المكلف بناتق الرسمي باسم الرئيس الجمهورية سيد اتال وخبرنا باللي فرنسا راح تتخذ اجراءات جديدة للسفر للدخول الى التراب الفرنسي وهي كالتالي اولا قسموها الى ثلاث اه الى ثلاث اه محاور المحاور الاول الناس اللي يدخلوا من اه الدول خارج الدول الاوروبية خارج الاتحاد الاوروبي لازم لهم يكون بسيير كارونت ويتور قبل الرحلة تحهم بسيير كارونت ويتور قبل الرحلة تحكم اه بالنسبة للناس الملاقحين واللي مش ملاقحين في اثنين مع العلم انكم تعرفوا باللي كانت فرنسا تستقبل الناس اه الملاقحين سان بسيير مالغوزمون بدلو القانون الناس بسيير على الجميع تارون تويتر قبل ما تدخلوا إلى فرنسا بالنسبة للناس اللي يدخلوا من اتحاد من الدول اتحاد الأوروبي الناس اللي ملقحين يدخلوا 100 PCR أما الناس الغير الملقحين عندهم الPCR أقل من 24 ساعة فهمتوني خاوتي إن شاء الله يكون واضح 24 ساعة الPCR بالنسبة للأشخاص اللي يدخلوا من دول الاتحاد الأوروبي روحوا على الدول الأخرى كما جنوب إفريقيا عندهم حجر صحي وعندهم كذلك حجر صحي عشريان وعندهم كذلك الPCR 48 فلا روحوا نهدروا كذلك على الجرعة الثالثة الناس اللي أكسنهم يتجاوز 65 سنة وجازت عندهم 6 شهر بعد الجرعة الثانية وما داروش الجرعة الثالثة يعني الباس سانيتار تحهم اللي با فاليد سمال الباس سانيتار تحهم فاليد لازم يديروا الجرعة الثالثة باش يقولي يكتبوا لهم الباس سانيتار فانا أخواتي أخواتي والناس الأخرى اللي قل من 65 سنة كذلك لازم كيفوتوا 6 شهور 5 شهور 5 شهور يفوتوا للجرعة الثانية لازم تديروا الجرعة الثالثة أنا يعني ما رانيش ندير فيلابيب للتلقيق ولكن راني نعطيكم في المعلومات اللي تديرها الدولة اللي راكي معايشين فيها ومدام راكي معايشين في فرنسا لازم تعرفوا كل المعلومات الخاصة بكم والخاصة بالسفر أكيد رايحين تسافروا تخرجوا ولا تدخلوا الفرنسا هكذا خوتي روحوا للنقطة الموالية أول ديسمبر أمس الأربعة خرجونا قانون جديد فرنسا يعني خرجت قانون جديد خاص بالشوماج بالناس اللي رايحين يحطوا لدوسي تاحم في الشوماج القانون هذا وش يقول قبل كنا باركزامبل الواحد يخدم أربع شهر في سنتين والقانون جديد هذا لازم تكون خادم ستة شهر في سنتين يعني مئة وثلاثين يوم في سنتين هكذا خوتي هذا هو القانون باش يسمح لك بالميلف تاعك يقبله لك في الشوماج يعني مثلا هذا القانون يتطبق على الناس مثلا اللي خلاصت لهم الكونت خا دوركا ورايح يحط الميلف التاع وتاع الشوماج بعد البخمية دي سنبغ هذا يتطبق على الناس هذا أما الناس اللي عندهم الشوماج من قبل هذه لذات ما كان حتى حاجة رح تتغير يبقى والمنحة بتاع الشوماج كما راهي اوكي خوتي أما الأشخاص اللي عمارهم أكبر أكثر من ثلاثة وخمسين سنة عندهم قانون جديد ثاني لازم يكونوا خادمين ستة شهور في ستة وثلاثين شهر يعني مش في ربعى وعشرين شهر كما الفئة الأولى نعاود الناس اللي في عمارهم أكبر من ثلاثة وخمسين سنة لازم يكونوا خادمين ستة شهور في ستة وثلاثين شهر يعني في ثلث سنوات او في ل ponytail اخ راح تاتي اما الناس اللي أقل من سبعة وخمسين سنة ويكون البريد التاحهم 4500 أورو في الشوماج يعد البريد التاحهم 4500 أورو يوصلوا سبع شهور يبتل شوماج التاحهم ينقصلها متفاهمين لكن مشاء الله فهمتوني والا إخواني هذه الإجراءات الجديدة التاح الشوماج تتطبق على الناس اللي يحطوا لدوسي التاحهم أبداً في ديسمبر يعني أبداً ديارة الأربعة فالآخرت إخواني هذه الإجراءات الجديدة لتوفير منحة الشوماج نذهب للنقطة الموالية اللي هي الشيك إينارجي يعني بعض السكان في فرنسا اللي راحين يتحصلوا على شيك إينارجي وفرنسا قسموها إلى قسمين قسم يعني أزرق فاتح وقسم أزرق ناصح القسم الأزرق الفاتح راحين يتقدموا حين يبعثو لكم الشيك إينارجي ما بين تاريخ 13 ديسمبر و 17 ديسمبر يعني بين 13 و 17 أما القسم الثاني الزرق ناصح من 20 إلى 22 ديسمبر هذا الشيك كاين الناس اللي يتلقاوها في البريد التحم يعني في الأبوات ولا تختحم وكاين اللي يبعثو لطاق ديراكتما للفورنسور تاعك تاع الإنرجي سواء تريسيتي ولا لغاز فالا إخواني أخواتي هذو هما المعلومات اللي حبيت نوصلها لكم اليوم على الحياة في فرنسا والديبارتومون اللي ديبارتومون هذو مثلا اللي تلقاو شك تاحهم في من 13 إلى 17 نسمي لكم بعض اللي ديبارتومون مثلا 13 17 62 59 57 66 60 2 51 51 60 مش هنطول عليكم الفيديو ليسونسيال رايحين تتلقاوا اللي شاكت تاعكم في البريد ولا رايحين يبعثوه ديراكتما لفورنسور تاعكم هذي هي المعلومات خواتي اللي عايشين في فرنسا هتفيدكم إن شاء الله تكونوا استفدتم منها متنسوش بارك تفارتجيوا الفيديو مع خواتكم ومع الفامي تاعكم اللي يسكنوا هنا هنا في فرنسا بارك الله فيكم ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو آخر كين معلومات بزيف لازم لازم تعلموا بها ومدام رايحين في فرنسا لازم تعرفوا كل القوانين الجديدة اللي تصدرها فرنسا تعرفوا فرنسا بلاد القانون وكل يوم تخرجن القانون جديد بارك الله فيكم قوي على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة